مفصل الفك محطة ساخنة للآلام ومصدر مزعج أيضاً كونه يصيب المريض في حيرة من أمره هل يتوجه لطبيب الأسنان أم لطبيب الأنف والأذن والحنجرة؟ إذ أن هذه الآلام تكون في جانب الوجه وقد لا يعرف مصدرها تتنوع أسباب الإصابة بآلام مفصل الفك ولعل أبرزها سوء إطباق الأسنان إضافة إلى عدات الفم السيئة كالإفراط في مضغي الطعام أو العلكة وبعض أوضاع النوم والجلوس غير الصحيحة وهذه الآلام تتحول لنوع من الالتهاب في المفصل الفكي الصدغي تصيب الرجال والنساء إلا أنها تميل بأربعة أضعاف أكثر عند الإناث وفي الفئة العمرية بين العشرين والأربعين عاماً في معظم الحالات يكون الألم مؤقتاً وقد يشفى من الرعاية الذاتية ومسكنات الألم لكن في بعض الحالات يتطلب الأمر الاستشارة الطبية أو التدخل جراحياً ولأن الجراحة أمر صعب ومؤلم ولا يفضلها كثيرون يركز أطباء على الحلول السلمية للتخلص من هذه الآلام مثل العلاج بالليزر وهو نوع من العلاجات المتاحة لالتهاب مفصل الفكي الصدغي من خلاله يتم تسليط نوع من الليزر المعالج على المنطقة التي يشكو منها المريض مما يساعد في تقليل الألم والالتهاب وتعزيز وظيفة ومرونة الفك بشكل جيد ومعنا في الستوديو اختصاصي طب وتجميل الأسنان بالليزر في مركز دانتل سبا في دبي الدكتور أحمد عامر دكتور أحمد أهلا وسهلا بك ضيفا كريم صباح الخير دكتور أهلا بك وصباح الخير دائما عم نسمع عن ألام المفاصل عند الفكين وكل العالم عم تشكي منه بطريقة حديثة أول مرة نسمع عن هذا الموضوع ما هي الأسباب وراء هذا الألم مفصل الفك من المفاصل المتميزة في كونه بتحرك في نفس الوقت في الجهتين مرتبط بعض ما واحدة بس هي العضمة الوحيدة اللي في جسم الإنسان اللي بتتحرك بين الجهتين في نفس الوقت مرتبطين ببعض فأي مشكلة بتحصل في المفصل من جهة بتنعكس على الجهة الثانية بشكل مباشر المفصل في المفصل الفك زي ما فاصل فقرات الظهر في غدروف في الناس فلما بيحصل أي مشكلة لها أسباب متعددة سواء كان إصابة رياضية في الكونتاكت سبورتز المباريات الملاكمة أو حد ويع وخبط يعني الكدمات الكدمات أو في الأطفال لما بيلعبوا حتى في السنة ده بيقروا بيقعوا بيخبطوا الفك الديسك بيطلع من مكانه وبيأثر على ديسك التاني كمان في نفس المكان المنطقة دي فيها عصب كبير أو يسمه تراجيمنال نيرف جاي من القاعة الجمجومة وبيعدي بيغزي كل الأعضاء الموجودة بالوجه وبالفم وبالعين فلما بيضغط الديسك المصاب على المنطقة دي بيسبب الألم طيب بالنسبة للتشخيص يعني هذه الألم غالبا تكون مرتبطة بالأسنان أو بالرقبة أو بالأذن كيف نعرف الفرق يعني أين نتوجه أي طبيب السؤال كويس قوي الحقيقة برضو مشكلة المفصل من المشاكل اللي مش كتير في ناس بتقدر تشخصها لأنه بينعكس على صداع النصفي بيسبب صداع النصفي بيسبب ألم الرقبة والكتف والضهر من فوق بحس أن فيه ألم مع المضغ مع حركة المضغ يعني مزعج جدا ويستير طبعا أحيانا بيعمل أصوات لما بقى أفتحه وبقى في الفم بحس أن أسمع أصوات صحيح الحركة مش نعمة في مكانها مش سلسة في الحركة ففيه أعراض كتير ممكن نأخذ بالنا منها وطبيب الأسنان المتخصص في الموضوع ده هو اللي يقدر يساعد المريض طيب دائما نسمع أنه الضغوط النفسية ممكن أن تكون سبب من هذه الأسباب ناس بتكزع أسنانها من قول بيمضغوا على الأسنان خلال النوم من الضغوط الحياتية فهل هذا سبب من الأسباب أيضا؟ هو الحقيقة سبب وعرض في نفس الوقت نعم أحيانا من ضغط الأسنان الجزع الأسنان زي من ترتيج تسبب الألم تسبب الألم بتسبب لا بتسبب سبب الألم إنها بتأذي الغضروف اللي موجود في المفسر فيصير أقل ليونة وبالتالي أو بيعمل عرض للألم أو أحيانا بيكون العكس بيكون وجود الخلل في الغضروف بيخلي الإحساس أن فيه شيء مش مصبوط فالإنسان يبدأ يجز على أسنانه بدون وعي ما بيحسش بالموضوع طيب بالنسبة للعلاج يعني جئتنا اليوم لتحدثنا عن تقنية الليزر المعالج يعني ما الذي يجعلنا نفضل هذا النوع من العلاج على الجراحة أو أنواع أخرى بوقت سابق قلنا نسمع أنه بيحطوا لك نوع من تلبيسة على الأسنان حتى خلال النوم معطوة ضعم الأطباق ومنه بتشفى هذه العملية ولكن اليوم عم نتحدث عن الليزر وتقنيات جديدة فيك تخبرنا عن الحال تاني العلاج بالأسلوب القديم كنا بنعمل بايك جاردز اللي هو الشيء اللي بيتلبس زي الواقع الرياضي اللي بيلبسوه أثناء مباراة الملاكمة وكذا طبعا مش هو هو بس مشابه لي والجراحات وحقن البوتوكس وكتير من حبوب ضد الألم لعلاج الصداع والشقيقة للصداع النسفي والألم الرابع لأنه بيعتقدوا أنه هو ده بس يعني علاج موضعي علاج العرض العرض مش للسبب شكرا إنما دلوقتي احنا بنعالج الموضوع ده عن طبعا بعد الفحص المزبوط نعرف السبب بالزبط ببساطة شديدة جدا بنتعامل معاه عن طريق حكتين علاج طبيعي أنه نحن نتعالج بدون أي كيميويات في الجسم بدون أي حقن أو حبوب علاج طبيعي لرد الفك إلى مكانه الفك والغضروف لمكانه من ناحية ومن ناحية تانية الليزر بتدخل بقى معانا بشكل والليزر عرفيك لا غير جراحي وغير يعني شيء الليزر مش شيء بسبب ألم أو جراحة أو هو الليزر لشو لقطع ربما أعصاب لوضع شو عم يستخدم قطر خيرك أنت أول حاجة فكرت فيها من طول أن الليزر بيقطع بيقطع الليزر ما بيقطعش تماما بيلحم ربما بيفصل ربما الليزر بيعمل لنا حاجتين كويسين أول حاجة أنه بيشغل قدرة الجسم على بناية الأنسجة الطبيعية في مكانها تاني فالأنسجة اللي فقدناها من التحرك والغلط بتنمو تاني بنحفز النمو العضلات والأنسجة في المكان ده بالشكل طبيعي ومن الناحية التانية بيوقف لنا الألم بدون أي كيمويات فالليزر مش جراحي يعني هو فيه أنواع كتير من الليزر النوع الليزر اللي بنستخدمه ده الليزر غير جراحي على إطلاق مفوش جراحة مفوش قطر في ألم مفيش ألم أنت ما تحسش بيك هم مريد أنت ما تحسش إيه اللي بيحصل جلتا نروح نعمل هذه كيف يعني تم استرجاع هذه الكتل التي فقدناها والليون التي فقدناها شكرا على السؤال بالضبط الليزر بيشتغل على مكونات الخلية الأصلية فيها حقا اسمها الميتوكوندريا من مكونات الخلية للإنسان فيها حقا اسمها الميتوكوندريا وهي البطارية اللي احنا بنستخدمها لبنى أي شيء النواة مش النواة هي البطارية هي الطاقة اللي بتخلي الخلية دي تأدي وظيفتها اللي مطلوبة منها فمع العمر ومع الإصابات الخلية بتوقف بتعمل أين كان بقى الخلية موجودة فين في الجسم الليزر بيحفز تاني الطاقة بيشحن الخلية يعني لو عايزين نمثلها بتمثيل الأستاذ المشاهدين فهمونا أكتر إنها بتشحن الخلية تاني إنها تقوم بوظيفتها الأساسية وفي الحالة دي احنا بنحفز الخلية اللي بتقوم بتكوين سطح العظم تاني يرجع في مكانه تاني ناعم بدون التكسير اللي حصل فيه لأنه عدم وجود الغضروف المفصل بيخلي أسطح العظم تتحرك مع بعض زي السام بيب زي السام فرط فبتحصل فيها خشونة الليزر بيرجع تاني لنعومة العظم زي المكان لأنه بينمو العظم تاني في مكانه زي إنه بياخد الألم بدون أي كينوية يعني التقنية مبتكرة وفعالة لدينا حال لهذه المشكلة اللي عم يعانوا مننا الكثير طبعا نتشكرك اليوم اختصاصي طبوة تجميلة لأسنان بالليزر في مركز دنتل إصباء دكتور أحمد عامر شكرا جزيلا لك شكرا لك صباح الخير